رحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدي الأفاضل إلى هذا العدد الجديد والمتجدد من حديث الصحافة نستعرض أبرز عنوين الصحف والأخبار الصادرة لنهاري اليوم البداية ستكون مشاهدية الأفاضل بجريدة النهار إذن نبدأ بصدر الصفحة يسين عدلي يرفض منتخب فرنسا ويختار اللعبة للجزائر بائع ألعاب يقتل شرطيا داخل حذيرة التسلية في قرص بولاية بومرداس وفي أشأن الدولي الصهايين يستهدفون الأطفال والنساء والمقاومة تغير موقع الرحب الدراسة لنيل شهادة الليسونز أكثر من خمس سنوات ممنوع إذن هذه الأخبار وأخرى تطالعونها في جريدة النهار واخترنا لكم منها الصهيل يستهدفون الأطفال والنساء والمقاومة تغير موقع الرحب 41 شهيدا و311 جريحا حصلة ثلاثة أيام من العدوان الصهيوني الذي انتهى أمس بهدنة بين الطرفين إذن ارتفعت حصلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة حسب وزارة الصحة الفلسطينية لتصل في يومه الثالث إلى 41 شهيدا 311 جريحا وحسب وزارة الصحة في غزة فإن حصيلة عدوان جيش الاحتلال على غزة وصلت 41 شهيدا منهم 15 طفلا وأربع نساء إذن كانت هذه الحصيلة الأبرز للعدوان الصهيوني الذي انتهى يوم أو ليلة أمس بهدنة بين الطرفين برعاية مصرية نبقى مع جريدة النهار وفي قطاع التعليم العلي الدراسة لليل شهادة لسونس أكثر من خمس سنوات أمر ممنوع حددت وزارة التعليم العلي والبحث العلمي كيفية نيل شهادة لسونس خلال المسار التكويني للطالب وجاء في هذا القرار رقم 992 المؤرخ في الفاتح أوت 2022 وإثنان وعشرين الذي يتضمن تسجيل وإعادة التسجيل لليل شهادتي الليسونس والماستر ومهندس دولة ومهندس المعمالي وكذا كيفية التنظيم والتقييم والتدرج فيها حيث يسمح بالتسجيل في التكوين للحصول على الليسونس أو مهندس دولة أو شهادة ماستر للحائزين على شهادة البكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة أجنبية معترف بها وبمعادلتها ضقا لشروط البداغوجية التي يحددها سنويا وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتعد هتين الوثيقتين إجباريتان في ملف التسجيل ولا يسمح للطالب خلال مساره التكويني بسحب النسخة الأصلية لشهادة البكالوريا أو كشف النسخة الأصلية لشهادة البكالوريا وكشف النقاط ويسمح للطالب بتعليق تكوينه بصفة استثنائية بسبب مرض مزمن معيق أو عطلة أمومة أو لتأدية الخدمة الوطنية أو لتغيير الإقامة ويسمح للطالب بالانتقال من السنة الأولى إلى السنة الثانية من التكوين لليل شهادة الليسانس للطالب الذي اكتسب السلسيين الأولين للمسار التكويني بمجموعة ستين رصيدا سواء عن طريق التعويض أو دون ذلك شهدي الأفاضل إلى المواقع الإخبارية الآن والبداية بموقع النهار أونلاين كارثة هذا ما وجده والي ولاية وهران أثناء معينته لإحدى الثانويات بالولاية تفاجأ والي ولاية وهران السعيد تعيود أمس الأحد بحالة إحدى الثانويات في ولايته أثناء قيامه بمعينة ميدانية ونشرت الصفحة الرسمية للولاية على فيسبوك صورا من داخل ثانوية ابن محرز الوهران أين أصبحت ساحاتها ملجأ لتربية الدواج كما علقت الصفحة على الصور بالقول هذا ما وجده السيد سعيد سعيد ولولاية وهران أثناء معينته لإحدى الثانويات بالولاية وأظهرت الصور نصب العديد من الأقفاص لتربية الدجاج داخل محيط الثانوية باستعمال الألواحي والشبابيك الحديدية إلى خبر أخر الآن سبق باس الجزائر تؤكد استعدادها الكامل لدعم اتفاق السلم في جمهورية مالية أثناء الجزائر على الاتفاق الأخير الذي جمع بين الحكومة المالية والأطراف المشاركة في اتفاق السلم والمصالحة الممثقة عن مسار الجزائر مجددة استعدادها لدعم الجهود المالية لتسريع تنفيذ هذا الاتفاق وثمنت وزارة الشؤون الخارجية والجالي الوطنية في الخارج في بيانهم لها مخرجة أشغال الدورة الثانية للاجتماع رفيع المستوى للأطراف في اتفاق السلم والمصالحة في مالي بعدما سادق المشاركون على إعلان توجه خمسة أيام من الحوار المكثف بين الأطراف الموقعة للاتفاق الممثل عن مسار الجزائر وأعربت وزارة الشؤون الخارجية عن ارتياحها للخطوة التي جمعت بين الحكومة المالية والأطراف الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة في مالي كونها خطوة إيجابية في مسار إنجاح وإحلال السلام بهذا البلد الجار وأن يطالع أيضا استغلال أكبر الحقود الغازية الجديدة مطلع شهر نوفمبر القادم إذن يشعر في استغلال مكمن لياس الكربوناتي الدي اثنين أو اثنان بدءا من نوفمبر المقبل بطاقة انتاجية تقدل بعشر ملايين متر مكعب يوميا وقال المدير الجهوي لمديرية الانتاج بحاسي الرمل بسرعة راك يوسف لوصيف التصريح للقناة الإذاعية الأولى إن الاكتشاف الغازي الضخم مكمن لياس الكربوناتي الدي اثنان الذي تم تجسيده بسواعد جزائرية سيشرع في استغلاله بدءا من شهر نوفمبر المقبل مشتيرا إلى أن كل الدراسات أثبتت أن هناك ما يقارب 100 إلى 340 مليار متر مكعب من الغاز المكثف كإحسياطي إضافي في منجم حاسرمل نوصل مع المواقع الإخبارية الوطنية مشاهدية الأفاضل إلى مواقع البلاد وفاتوا سبعة أشخاص في حادث مرور خطير بولاية وهران لقي سبعة أشخاص مصرعهم وأصيب ستة أخرون إثرى حادث مرور مميت على مستوى طريق الولائي رقم 84 ببلدية عين الترك بولاية وهران وبحسب ما أفادت به صفحة الطريق على فيسبوك فإن الحادث وقع بطريق الولائي رقم 84 على مستوى بلدية عين الترك بالقرب من محطة الخدمات كاب فالكوم ولاية وهران وأسفل الحادث عن وفاة سبعة أشخاص وإصابة ستة أخرين نواصل مشاهدية الأفاضل مع الإذاعة الجزائرية وفي آخر حصيلة للإصابة بفيروس كورونا وهي الحصيلة التي تشهد ارتفاعا متواصلا خلال الأيام الماضية إذن سجلت 111 و113 إصابة جديدة بفيروس كورونا مع عدم تسجيل أي وفات خلال 24 ساعة الأخيرة بالجزائر حسب ما أفادت به وزارة الصحة مساء أمس وبذلك بلغ إجمالي الإصابات 268 ألفا و254 حالة ومجموعة متمثلين للشفاء 180 ألفا وستا وسبعين حالة إثر إحصاء 96 حالة تعافي جديدة في الوقت الذي بقي فيه عدد الوفيات مستقرا عند 6878 حالة وفات إلى الأخبار الدولية الآن والموقع الدولية مشاهدية الكرام والمشهد العام الذي تابع التصعيد الصحيون الأخير في قطاع غزة من موقع الجزيرة نطالع بعد سلايان الهدنة هدوء حذر يخيم على قطاع غزة وترحيب بجهود مصر وقطر وبايدن يدعو لتطبيق الاتفاق بحذفينها إذن عاد الهدوء إلى قطاع غزة بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار الشامل والمتبادل بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي حيث التنفيذ بدء من الساعة الحادية عشر ونصف مساء أمس لاحد وذلك بعد اتصالات مصرية وقتطرية وأفاد مراسل الجزيرة بأن الهدوء يخيم على القطاع مع سريان وقف إطلاق النار بعد تكثيف إطلاق السواريخ من غزة مساء أمس لاحد كما قالت مراسلة الجزيرة إن الهدوء يخيم أيضا على تل أبيب ومحيطها وقال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زيادة النخالة إن إسرائيل خضعت لشروط التي وضعتها الحركة لوقف إطلاق النار ومن خلال ضمنات مصرية واضحة وهي الإفراج عن الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة والأسير بسام السعدي إلى موقع CNN بالعربي وكذلك نطالع في آخر المستجدات المتعلقة بأتصعين في قطاع غزة قائد الجهاد الإسلامي سنسأنف القتال إذا لم تلتزم إسرائيل وحماس لم تتدخل عسكريا إذن حذر الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زيادة النخالة في مؤتمر صحفي بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل من أنه إذا لم تلتزم بشروط وقف إطلاق النار فسوف تستأنف الحركة القتال مرة أخرى وقال النخالة في مؤتمر صحفي من العاصمة الإيرانية طهران إن الاحتلال هو من سعد قوة للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار ونحن من اشترط الإفراج عن بسام السعدي وخليل العواودة مضيفا إذا لم يلتزم العدو بشروطنا فسنعد أن الاتفاق لاغن ونستأنف القتال مرة أخرى إلى موقع سكاين نيوز عربي وفي تطورات الوضع في الصين أو بين الصين والتايوان الجيش الصيني يعلن مواصلة المناورات حول تايوان اليوم أعلن الجيش الصيني اليوم الاثنين مواصلة المناورات العسكرية بحرا وجوا حول تايوان ما يشكل رفضا قاطعا لدعوات الغرب لخفض التصعيد في المنطقة وقالت قيادة المنطقة الشرقية بجيش التحرير الشعبي الصيني على موقع التواصل الاجتماعي ويبو إنها ستقوم بمناورات تتمثل في شن هجمات ضد الغواصات وغارات بحرية وفقا لوكلة رويترز الإخبارية وجاء في بيان صادر عن قيادة الجيش الشرقية جيش التحرير الشعبي يواصل تنفيذ مناورات عسكرية في المجالين الجوي والبحري في محيط تايوان مع التركيز على عملية مشتركة لصد الغواصات والهجمات في البحر بحسب فرانس بيس نواصل المشاهدية الكرام بالأخبار العالمية وفي تونس خفر السواحل ينقذ 255 مهاجرا من الغرق إذن أعلن خفر السواحل في تونس الأحد عن إنقاذ 255 مهاجرا غير قانوني خلال 17 محاولة للهجرة إلى إيطاليا ليل الجمعة إلى السبت وقال نطيق رسمي باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي في بيان تمكنت خلال ليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت وحدات تابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطني بالساحل والوسط من إحباط عدد أو من إحباط 17 عملية اجتياز للحدود البحرية خلصة ونجدة وإنقاذ 255 مهاجرا غير شرعي ومن بين المهاجرين 170 شخصا من جنسيات إفريقية والبقية من التونسي واصل أخبارنا بالأخبار أو إلى هنا نصل وإيكم مشاهدي الأفاضل إلى ختام عددنا اليوم من حديثي الصحافة طبعا هذه الأخبار الأخرى تجدونها على موقعنا أو مواقعنا الرسمية النهار أولاين وكذا مختلف صفحة